بعد عام من الحرب بات رئيس الوزراء الاسرائيلي نفسه هدفا لمسيرات حزب الله هجوم نادر استهدف مقر اقامة بن يامين نتنياهو في قسارية اذ انطلقت المسيرة من جنوبي لبنان وشقت طريقها الى داخل الاجواء الاسرائيلية وفشلت الدفاعات الجوية وحتى المروحيات التابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي في تتبعها على الرغم من تحليقها لمسافة تقارب 70 كم قبل ان تصل الى هدفها وتصيب مقر اقامة نتنياهو الهجوم النادر ارغم سلطات الاحتلال على التحرك ونقلت اذاعة الجيش الاسرائيلي عن مسئول امني قوله ان السلطات فتحت تحقيقا في الثغرات الامنية التي سمحت بوصول مسيرة الى مقر اقامة نتنياهو ما بين اعمال مراقبة وتصوير وشن هجمات مباشرة يمتلك حزب الله مجموعة متنوعة من الطائرات المسيرة احداها لم تضل طريقها ووصلت الى هدفها في عمق اسرائيل من اشهر تلك المسيرات مرصاد واحد ومرصاد اثنان وهي من عائلة مسيرات ايرانية تسمى ابابيل ومهاجر والتي حصل عليها حزب الله منذ عقود وعمل على تحسينها لاستخدامه الخاص يمكن لتلك المسيرات ان تحمل ما يصل الى اربعين كيلو جراما من الذخائر ويصل مداها الى حوالي مائة وعشرين كيلو مترا العمود الفقري لهجمات حزب الله المسيرة هو طائرة تشاهد التي تزن حوالي مائتي كيلو جرام ويبلغ طول جناحيها حوالي مترين ونصف المتر وطولها حوالي ثلاثة امتار اما مسيرات ابابيل فقد مرت بالعديد من التغييرات والتحسينات التي ادخلها عليها الايرانيون يبلغ طول احدى هذه الطائرات ستة امتار مع اجنحة اطول في الخلف واخصر في الامام ومروحة في نهاية جسم الطائرة يتم اطلاقها من الجزء الخلفي من شاحنة تسارع واضح في اعتماد حزب الله على المسيرات بل وتطويرها كذلك الى حد حمل عشرات الكيلو جرامات من المواد المتفجرة واستهداف المنشآت الاسرائيلية ليس في الشمال فحسب بل في عمق اراضي الاحتلال بما فيها مقر اقامة نتنياهو اشتركوا في القناة شكرا